إلا ذلك دعت الخارجية الفرنسية إيران إلى الكف عن أي تصرف لا يتفق مع التزامها في الاتفاق النووي أضافت أنها ستدرس الإعلان الإيراني مع شركائها ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة حضى الاتحاد الأوروبي إيران على التراجع عن التخلي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع الدول الكبرى هذا بعد أن أعلنت تهران أنها تستعد للإعلان عن تخليها عن التزامات جديدة متصلة بالبحث والتطوير النوويين هذا وقالت المفوضية الأوروبية إن الأنشطة الإيرانية غير متوفقة مع الاتفاق النووي وعليه يجب على إيران التراجع عن هذه الخطوات والامتناع عن أي خطوات إضافية تقوض الاتفاق النووي وستعلن إيران يوم السبت عن تفاصيل ما ستتخلى عنه من التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حيث ستعقد وكالة الطاقة الذرية مؤتمرا صحفيا لعرض تفاصيل الخطوة الثالثة من تقلص إيران التزاماتها النووية